استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد تيريه بيلسكوغ الرئيس التنفيذي لشركة سكاتيك ASA النرويجية بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين من الجانبين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن لقاء شهد متابعة الاستثمارات المتنامية لشركة سكاتيك في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهايبرجين والوقود الأخضر بمصر ومن بينها مشروع انتاج الهايبرجين الأخضر في العين السخنة الذي بدأ الانتاج بالفعل للمرحلة الأولى لتصبح مصر أول دولة في إفريقيا تنتج الهايبرجين الأخضر ومشروعية الانتاج المشترك للأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تقارب 6 مليار دولار في دمياط باستثمارات حوالي 870 مليون دولار ومشروع طاقة رياح بقدر 5 جيجا وات باستثمارات تبلغ 5 مليارات و600 مليون دولار على عدة مرحل خلال السنوات القادمة ومشروع الانتاج المشترك للميثانول الأخضر في دمياط باستثمارات حوالي 450 مليون دولار كما تطرق اللقاء إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة بقدر حوالي 3 جيجا وات والذي تم توقيع على مذكرة التفاوم لبدء الدراسات الخاصة به وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الشركة النرويجية أكد خلال اللقاء الالتزام بتوسيع استثمارات الشركة في مصر خلال الأعوام المقبلة في ضوء ما شهدته مصر من تطوير متميز لبنيتها التحتية في مختلف القطاعات مشيدا بما لمسوهم من إرادة سياسية حازمة ومن تجاوب حكومي على جميع المستويات لإزالة أي عقبات وتحديات في هذا الصدد وأضاف الجانب النرويجي أن هذا الدعم المصري الكبير لتسهيل مناخ الأعمال يقابله من جانبهم حرص أكيد على بدل أقصى جهد لزيادة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والمساهمة في الجهود المكثفة التي تقوم بها الدولة لوضع مصر على قائمة الدول المصنعة للطاقة الخضراء والمصدرة لها وأشاد الرئيس السيسي بالتعاون الجاري مع الجانب النرويجي في مجال الطاقة المتجددة والهايدروجيية والدين الأخضر والذي تتم ترجمته سريعا إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع بما يعكس الإجراءات التي تتخذها الدولة لدفع وتطوير آليات مشاركة القطاع الخاص وشركات العالمية الرائدة في مشروعات التنمية خاصة الطاقة الخضراء على النحو الذي يضيف أو يضاف إلى حجم وقيمة الصادرات المصرية ويعزز القدرة الكلية للاقتصاد الوطني ترجمة نانسي قنقر